هذه المسائية من الميادين وفي عنوين ملفاتها للليلة صفقة الغاز الاستراتيجية بين روسيا والصين ترسي موازين دولية جديدة وبوتين يقول إن هيمنة القطب الواحد انتهت لبنان إلى مرحلة الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية سليمان والفشل في انتخاب خلف الله الإعلام الإسرائيلي يهلل لشهر عسل سياسي واقتصادي مع الهند بعد انتخاب مودي رئيسا لحكومة نيو ديلهي سلام عليكم بعد يومين على توقيع أضخم اتفاقية لتصدير الغاز الروسي إلى الصين بقيمة أربعة مليار دولار التي تعد تحولا استراتيجيا في السياسة الدولية بعد يومين اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتدى سان بوتروسبورغ الاقتصادي الدولي ليعلن انتهاء مرحلة القطب الواحد في العالم قد تحمل كلمة بوتين شيئا من الطموح كما يقول بعض الغربيين لكن متابعة الأحداث الدولية وخصوصا على جبهة الصراع الروسي الأمريكي في أوكرانيا وسوريا تشير إلى أن روسيا ومن ورائها الصين باتتا من صانع القرار الدولي الأساسيين ولا يمكن تجاوزهما وهو الأمر الذي ترجمه رابع فيتو مزدوج الخميس الماضي لإسقاط قرار إحالة سوريا إلى المحكمة الدولية وليلة أيضا أعلنت لغانس ودانيتسك تأسيس جمهورية روسيا الجديدة نوفا روسيا قبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأوكرانية العنكاسات الاستراتيجية لاتفاق الغاز الروسي الصيني على الجغرافيا السياسية الدولية ستكون محور المسائية الأول ونتوقف في المحور الثاني عند التأثيرات السياسية الداخلية والإقليمية لدخول لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي بعد الفشل في انتخاب رئيس جديد خلفا لميشيل سليمان الذي انتهت ولايته اليوم أما في المحور الثالث فنبحث في احتمالات إقدام الهند على انعطافة سياسية حادة في الشرق الأوسط وتعزيز علاقاتها مع إسرائيل مع انتخاب نارندا مودي القومي رئيسا لحكومة نيو ديلهي لكن قبل كل ذلك نذهب إلى موجز لأهم آخر الأخبار مع زميلة هبا محمود تفضلي هبا شكرا لك راميا أهلا بكم أعلنت مساء اليوم غرفة عمليات الجيش الوطني في طرابلس البدأ بعملية الكرامة في طرابلس وأوضح لجيش الوطني أن العملية حددت الإرهابيين والخارجين عن القانون أهدفا لها أفدت مصادر مطلعة للميادين أن اتفاق تسويتين هي جريء تفاهم عليه بين الجيش السوري والمسلحين في منطقتين القدم والأعسال جنوب دمشق وبحسب المصادر فأن الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة تأهيل المنطقتين على غرار ما حصل في بيت سحم ويلدة وببيلة المصادر أشارت إلى أن الوصول للتسوية يصطدم برفض مجموعات متشددة وأبرزها النصرى وداعش وتقوم بعملية الوساطة بين الطرفين لجنة أهلية ومحلية من سكان المنطقتين وفي إطار التسويات في سوريا أفدت مراسلة الميادين بإعلان وقف إطلاق النار في حي الوعر في حمصة بين الجيش السوري والجماعات المسلحة لمدة 72 ساعة وقف إطلاق النار يمهد لإبرام اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين من الحي بعد إحكام الجيش السوري التوقع على مراكزهم وذلك على غرار اتفاق التسوية في أحياء حمصة القديمة أعلن سيرجي كوروتكوف مدير شركة ميج الروسية لصناعة الطائرات الحربية أن موسكو تعتزم توريد 12 مقاتلة من طراز ميج 29 إلى سوريا حتى العام 2017 وأوضح كوروتكوف أن الشركة أنهت تصنيع أربع طائرات في إطار تنفيذ عقد أبرم مع دمشق عام 2007 لكن مدير الشركة أبدأ تخوفه من تأثير الأحداث في سوريا على إتمام هذه الصفقة أفرجت السلطات البحرينية عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط نبيل رجب بعد حبس دام عامين ورجب أمضى فترة سجن على خلفية تغريدات له وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر وانتقدت منظمات حقوقية اعتقال رجب وسجنه ومن بين هذه المنظمات فريق من الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعصفي والذي أصدر رأيا قانونيا اعتبر فيه اعتقال رجب مخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عشية الانتخابات الرئاسية الأوكرانية أعلنت جمهورية دانيتسك ولوغانسك الشعبيتان تأسيس جمهورية نوفا روسيا أو روسيا الجديدة وأكدت الجمهوريتان التي أعلنت استقلالهما بعد استفتاء الحادي عشر من الشهر الحالي أكدتا عدم إجراء الانتخابات الرئاسية على أراضهما أما ميدانيا فقد اتهمت دانيتسك القوات الأوكرانية بتدمير جزئي لمستشفى في سلافيانسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أن روسيا مستعدة للتعاون مع السلطة الجديدة في أوكرانيا وأعرب بوتين عن قلقه من جراء إطلاق متطرفين أوكرانيين التهديدات لمنع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا داعيا الاتحاد الأوروبي إلى دعم بناء أنابيب غاز لا تمر بأراضي أوكرانيا كما أكد بوتين الحرب باردة جديدة وأن العقوبات على روسيا ستأتي بنتائج عكسية نعود الآن إلى راميا شكرا لك هبا قلبت روسيا ظهر المجن على أوروبا من خلال عقد الصفقة التاريخية بين شركتين غاز برومالروسية وسي ام بي سي الصينية كيف توجهت روسيا شرقا نتابع في التقرير الآتي لدلولة حديدان شرقا تغير روسيا وجهتها بعد عشر سنوات من المفاوضات مع الصين بشأن الغاز حسمت التقلبات السياسية الصفقة لمصلحة بيكين جاز بروم الروسية تسجل للتاريخ أضخم صفقة غاز مع شركة النفط والغاز الوطنية الصينية سي ام بي سي بقيمة أربعمائة مليار دولار روسيا بوتين فضلت تقديم تنازلات للصين وبعثت دفء في أنابيب غاز لم تتحدى برودة سايبيريا وحسب بل غضب الأوروبيين أيضا بحرمانهم هذه الصفقة بعد تصاعد المواقف بينهما بشأن الوضع في أوكرانيا أوروبا التي عاشت عقودا على حرارة الغاز الروسي بحصولها على نحو ثلث إمدادات شركة جاز بروم قد لا يكون ذلك ممكن في المستقبل ومخاوفها كبيرة في ظل عدم ضمانها بعد بديلا عن ذلك رئيس المفاوضية الأوروبية جوزي مانويل باروزو ولحظة توقيع الصفقة الروسية الصينية تمنى على راسم السياسة الروسية الجديدة عدم إيقاف إمدادات الغاز من روسيا خلال فترة المفاوضات الثلاثية التي تجمع روسيا، أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي الوضع في أوكرانيا أخرج أوروبا من معادلة التبادل الاقتصادي الروسي القائمة على تأمين أوروبا بالغاز والنفط الروسيين مقابل توفير السلع الاستثمارية والتكنولوجيا الأوروبية لروسيا بعد صفقة روسيا الصين المتوقع أن يبدأ تنفيذها عام 2018 يبحث كل طرف عن تنويع مصادره للحصول على ما يريد وفق ما يتماشى مع النسق السياسي الجديد ما هي التأثيرات التي يحملها الاتفاق الروسي الصيني على العلاقات الروسية مع الغرب وعلى موازين القوى الدولية؟ من المعروف أن الخلافات بين روسيا والدول الغربية على أوكرانيا جعلت ورقة الغاز الروسي من الأوراق المؤثرة مجددا في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا من ناحية وبين روسيا والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى ولا تتردد موسكو في استخدام هذه الورقة لتحقيق مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية وكانت موسكو قد أوقفت إمدادات الغاز عن أوكرانيا عدة مرات خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2010 لأمر الذي أثر سلما في إمدادات الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية وفي سياق التفكير الأوروبي في تنويع مصادر النفط والغاز برزت إمكانية التعويض عن موارد الطاقة الروسية بناظراتها العربية وتفيد المعطيات الروسية أن الاحتياطيات النفطية المقدرة للمنطقة العربية تفوق بكثير تلك الروسية فيما تمتلك روسيا احتياطيات من الغاز الطبيعي تقترب من احتياطيات المنطقة العربية ككل وتتفوق عليها مجتمعة في إنتاج الغاز في ضوء هذه المعطيات يخلص خبراء الطاقة الروس إلى قدرة الدول العربية على تغطية أي عجز في إمدادات النفط إلى أوروبا لكن من الصعب عليها التعويض عن الغاز الروسي في المستقبل المنظور لذلك فأن سياسة الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر إمدادات الغاز ستحتاج إلى فترة زمنية طويلة نسبيا لتصبح فعالة في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي موسكو التي تدرك أن أوروبا ستحقق عاجلا أم آجلا هذا الهدف سارعت إلى الصفقة الصينية لتحقق أهداف جيوسياسية وتقفز نحو الشرق بغازها الطبيعي وأن كلفها ذلك تقديم تنازلات لبكين في أسعار هذا الغاز النقاش ينضم إلينا هنا في الستوديو رئيس شبكة توب نيوز الإعلامية والنقاب السابق سيد ناصر قنديل أهلا بك كذلك ينضم إلينا من واشنطن مدير مركز الحوار العربي الأمريكي سيد صبحي غندور أهلا بك سيد غندور تسمح لنا أن نبدأ من هنا مع سيد ناصر قنديل لا أحد ينكر أهمية الغاز الروسي بالنسبة لأوروبا عصب حياة وشريان الاقتصاد الأوروبي الاتجاه شرقا بالنسبة لروسيا التأثير على السياسة انطلاقا من هذه الأممية بالنسبة لأوروبا وحجم التأثيرات ما هي؟ يعني أعتقد بالتأكيد للأمر قيمة استراتيجية عليا بعيدا عن أو قبل أن نناقش التأثير على الضفة الأوروبية القيمة الاستراتيجية تتأثى من أننا أمام مشروع عمره ربما أكثر من عشرين سنة عنوان هذا المشروع هو الوصول إلى البحر المتوسط وصول الغاز الروسي إلى البحر المتوسط وصول الصين إلى البحر المتوسط بين روسيا والصين سيبيريا الكلفة مرتفعة جدا لتأهيل الغاز وإعادة تسييله بصورة مستمرة للوصول إلى الصين وبالتالي هو خاسر من الزاوية التجارية بالنسبة لروسيا إذا ما راعى اعتبارات القيم السوقية في عملية البيع مع الصين يصبح مربحا ويصبح مجزيا للطرفين إذا ما كانت الوصلة الروسية الصينية عبر سيبيريا هي مقدمة لإعادة ضخ الغاز الروسي عبر الصين أفغانستان إيران العراق سوريا المتوسط هذا المشروع الصيني موجود ومدروس تمويله ثلاثة ألاف مليار دولار لتأمين خط ذهاب وإياب للغاز والنفط عراق صين عراق متوسط إيران صين إيران متوسط الوصلة الإيرانية الصينية جرى توقيع عقد تنفيذها والجزء الذي يمر فيها في الأراضي الباكستانية كان معطلا بقرار أمريكي ما هو المتغير؟ المتغير هو قرب ساعة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كل رزنامة آسيا متوقفة على هذه اللحظة مع إقلاع الحركة السياسية الدولية باتجاه الخروج الأمريكي من أفغانستان سنكون أمام آسيا جديدة آسيا تلتقي فيها روسيا والصين وإيران كمثلث استراتيجي تفصل بينه جغرافيا أفغانستان الواقعة تحت الاحتلال الآن والتي ستصبح ممرا جيوسياسيا وعسكريا بين هذا المثلث وسيكون بمستطاع هذا المثلث عبر إيران الوصول عبر العراق عبر سوريا إلى المتوسط هذا يعني أننا علينا أن ننتظر شيء آخر كان يعني الروسي والصيني يقينهما بأن أمريكا ستنسحب من أفغانستان ماذا كان ينتظران مصير معركة سوريا لأنه لا قيمة لكل هذا الإنفاق الاستثماري الهائل من أجل الوصول إلى حدود العراق سوريا ومن ثم التعثر من اجتياز الأراضي السورية باتجاه البحر المتوسط معركة حمص كانت هي إشارة لأن الخط الأنبوب المرسوم والمدروس مثله مثل الخط القطري الذي كان يجب أن يأتي عبر الأراضي السورية إلى تركيا ليؤمن أوروبا الخطان يتقطعان في حمص لذلك كانت قيمة حمص عالمية ولم تكن قيمة حمص سورية أو إقليمية فقط إشارة نهاية معركة حمص هي التي أعطت الضوء الأخضر لانطلاق كل هذه العملية الاستراتيجية الكبرى على المستويات الاقتصادية ونتائجها وارتداداتها السياسية والعسكرية نحن في حرب طاقة وعمليا ولو قاطعتك سيد ناصر قنديل روسيا بدأت عمليا وانتهت ربما من مراحل الأولى لمد الخطوط هذه مع الصين بشكل مبدئي سأعود إليك للمتابعة والتداعيات أنا أريد أن نقول على البعد الأوروبي إعادة تصحيح العلاقة في سوق الغاز بين روسيا وأوروبا بإعطاء المنفذ لروسيا على المتوسط يعطي موقع تفاوضي مختلف مع أوروبا لأنه معروف الأنبوب الذي يوصل الغاز من روسيا إلى أوروبا مرورا بأوكرانيا يعطي موقع خاص لأوكرانيا من جهة وهو خط ثنائي يعني لا يمكن لروسيا أن تبيع منه أحدا آخر عبر أوروبا هو خط حصري لأوروبا يتغير موقع روسيا في سوق الغاز العالمي وتتحول إلى اللاعب الأول والحاسم في سوق الطاقة وليس فقط في سوق الغاز بالفاتورة الاقتصادية يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مرتاحة أكثر من أوروبا لذلك هنا ننتقل لسيد صبحي غندور بطريقة التعاطي الأمريكي يقول سيد ناصر قنديل أن الطاقة هنا هي تحدد اتجاه الأزمة وأيضا إدارة هذه الأزمة أو حتى الصراع إن كان مفجر في سوريا أو حتى في أوكرانيا الأمريكان كيف يتعاطون مع هذه التطورات أولا دعيني أقول أني لا أشارك ما سمعت وحول أن الآن هذا الاتفاق السيني الروسي مرتبط بما حدث في حمص أو يمكن أن يحدث في أفغانستان أعتقد الموضوع أكبر من ذلك في كثير هناك خمسة عشر سنة تقريبا من المفاوضات بين الصين وروسيا حول هذا الأمر وكان طبعا الأساس وما يتعلق في سعر الذي تعرضه روسيا على الصين في مقابل طبعا هذا الاتفاق الآن نجد التوقيت ساعد على إنضاج هذا الاتفاق التوقيت أشار إليه التقرير حول البدائل التي تبحث عنها أوروبا الآن للغاز الروسي ما أيضا هو أشير إليه ما يتعلق في أوكرانيا لأن في النتيجة حينما تكون روسيا تعتمد على تصدير النفط لأوروبا بشكل أساس وهذا كان عنصر قوي جدا في الضغطات الروسية على أوروبا من خلال ما تصدره من غاز إذا وجدت أوروبا بديلا آخر وإذا وجدت أيضا روسيا أن هناك مشكلة في التصدير من خلال أوكرانيا من الطبيعي في رأيي هذا أن يدفع كان إلى التسهل في السعر المتفاوض عليه مع الصين الصين أيضا استفادت من ذلك ليس فقط هناك مصلحة روسية من هذا الاتفاق نتحدث عن 400 مليار دولار على مدار 30 عاما يعني لو قسمنا هذا الرقم على 30 عاما اللي وجدنا أكثر من مليار دولار كل شهر سيدخل للميزانية الروسية من محصلة هذا الاتفاق أكثر من 12 مليار دولار سنويا فقط من هذا الاتفاق مع الصين فهو اتفاق مربح طبعا لكن أنا في رأيي له أبعاده السياسية والأمنية الذي يعني أن هناك سعي روسي صيني الآن للتوافق على مدار عقود وليس مسألة سنوات هذا مخالف لما كان في العقود الماضية العقود الماضية كانت الصين وروسية وصلت الأمور بينهما أحيانا إلى حد التأزم أكثر من ما وصلت بين روسيا الشوائية والغرب وأكثر من ما وصلت بين أيضا الصين الشوائية والغرب هذا أمر كان في التاريخ القريب يعني حادثا والآن لهذا التناسب والانسجام والتنصيق الروسي الصيني في مجلس الأمن كما شاهدنا مؤخرا في موضوع سوريا وفي قضايا عديدة دولية أجده الآن يحدث في هذا الاتفاق هذا يعني أنا في رأيي محاولة روسية صينية الآن لتكريس العالم المتعدد للأقطاب وأيضا لاستباق ما تفعله واشنطن كيف تتعاطى واشنطن مع ذلك من محاولة لعزل الصين أنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تتجه شرقا ويبدو أن هناك سباق باستراتيجيات أيضا واشنطن كيف تتعاطى مع ذلك هذا ما أشير إليه أنه محاولة نعم هذا ما أشير إليه محاولة استباق ما تفعله واشنطن والنيت وخاصة واشنطن من محاصرة للصين ومن محاصرة لروسيا هذا أمر وجدناه يحدث الآن في أوكرانيا مع روسيا وجدناه يحدث في جولة أوباما في آسيا والأهداف التي ترمي إليها واشنطن الآن من هذا التصعيد الذي نراه يحدث الآن بين فيتنام والصين بعد زيارة أوباما والذي نراه أيضا يحدث بأشكال مختلفة بين الصين ودول أخرى كاليابان وغيرها وهذا مضعوم كموقف ياباني أو فيتنامي من قبل ولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد أهمية الصفقة الغازية المتعلقة في الطاقة بين روسيا والصين أنها تعبر عن توجه سياسي مشترك تعبر أيضا عن رؤية مشتركة للعالم القادم وتعبر أيضا عن مصلحة مشتركة الآن بمواجهة ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من خلال أطراف مباشرة لها علاقة مباشرة كما الحال الذي يشير إليه في شرق آسيا أو في أوروبا أو بأشكال مختلفة لعزل الصين أو لمحاصرة الصين وإضعاف الصين والأمر نفسه ينطبق على روسيا فأعتقد قيمة هذه الصفقة الآن هو معانيها السياسية هي طبعا النتائجة الاقتصادية وأنا في رأيي الأمور الآن ترتبط أيضا بما هو يتم الحديث عنه من اكتشاف مواقع جديدة للنفط والغاز في الولايات المتحدة نفسها في داخل المنطقة العربية في البحر المتوسط هذا في رأيي الآن ربما سيفسر حروب كثيرة وأزمات كثيرة وتحالفات دولية كثيرة ستحدث خلال هذه السنوات القليلة القادمة بحكم ارتباطها بموضوع الطاقة الموضوع لا يرتبط فقط في رأيي في هذا العصر هذا ما شاهدناه في القرن العشرين وما قبله حروب قامت على أساس مصالح لها حلاقة في مسألة النفط والطاقة والآن هذا الأمر يتكرر الآن في مسألة الغاز إن كان داخل أوروبا وما أوروبا وإن كان في داخل المنطقة العربية مهمة إذن سنسأل عن ربما تداعي ذلك على الأزمات القائمة التي تعتبر ربما ساحات للصراع أو حتى المواجهة يعني أنا أعتقد أنه الأستاذ صبحي عم يحكي المقاربة يبدو أن هذا فهم واشنطن بمعنى أن روسيا في مأزق وأن حصار على الصين قراءتي أنا مختلفة كليا في الحقيقة أنا أعتقد الصراع لا يدور في المريخ الصراع يدور على الكرة الأرضية والصراع على الكرة الأرضية يدور على جغرافيا سياسية عندما نتحدث عن التوقيت يجب أن نتحدث عن المتغير ليس النقاش لماذا تفكر روسيا والصين بأن يشكل ثنائيا هذا التفكير عمره 20 و30 سنة ليس السؤال هل الغاز هو أحد العناصر المفاوضات عمرها 15 سنة السؤال لماذا الآن تتمكن روسيا والصين من الوصول إلى اتفاق إما لأن أمريكا وأوروبا نجحتا بالاستغناء عن الغاز الروسي لأن الغاز القطري موجود كمان من عشر سنين المعركة كانت من يصل أولا إلى المتوسط لأن الكلفة التي نتحدث عنها الآن للمشروع هذا مشروع الغاز الروسي الصيني 400 مليار دولار هي ربع مبيعات روسيا من الغاز سنويا شو بتعني؟ وبالتالي المسألة هي هل هذا بالنسبة لروسيا مجز هو غير مجز يصبح مجزيا إذا كان جزءا من عملية استراتيجية اقتصادية في سوق الغاز يعني إذا كانت الصين تتلقى من روسيا مثل ما لأوكرانيا يمر عبر أوكرانيا كل الغاز الذاهب إلى أوروبا وبالتالي على أوكرانيا كلفة الغاز ضئيلة بسبب ما تتقاضاه لقاء المرور إلى أوروبا الصين ستكون الكلفة عليها ضئيلة عندما تتحول إلى معبر للغاز الروسي معبر إلى أين؟ معبر عبر أفغانستان إيران العراق سوريا لبنان هذا يحتم التحرر من التبعية الاقتصادية يعني 50% من موازنة روسيا متأتية من تصدير الغاز الروسي والنفط الروسي التحرر من التبعية الاقتصادية يحتم إذن ساحات مواجهة على الأرض وتحريك لأزمات سياسية هنا أنا أقول لنقل شوفي نقل الغاز والنفط صار مسلم فيه عالميا أنه غير ذورة يعني مردود ربحية عندما يتم بحرا وبالتالي الحديث عن الممرات البرية يرتبط أوتوماتيكيا بالجغرافيا السياسية للدول التي تشكل ممرا إجباريا من هنا الصراع يدور في الأرض يعني أفغانستان إيمتها من سنة الثمانين من لما دخلت عليها القوات الجيش الأحمر بعد انقلاب بابراك كارمل والمجاهدين لمقاتلة الاتحاد السوفيتي هناك إيمتها جاي من هون جاي من هذا الأمر إيمت العراق جاي من هذا الأمر إيمت سوريا جاي من هذا الأمر إيمت قطر قيمة قطر جاي من هذا الأمر من هون أنا أقول أنه إذا أردنا أن نقول ما هو التوقيت الآن التوقيت الآن هو معركة أوكرانيا ومعركة سوريا مش شتاني في شو اللي تغير هل أن أوروبا بات لديها ممرا آمنا للغاز العربي الآتي من قطر بكلفة اقتصادية معقولة إذا بالبحر هو بدون كلفة اقتصادية معقولة وهو غير قابل لأن يكون تجاريا إذا عبر البر انتصروا بسوريا وأمنوا ممرهم البري من سوريا إلى تركيا ليصلوا إلى أوروبا هذا لم يحدث إذن بدنا نحدد لما نقول الآن تتم الصفقة ينشأ ثنائي روسي صيني نعم هو تعبير عن رغبة عملاقة في اقتحام أسواق وسياسات العالم وليس عن شعور بالحصار وشعور بالقهر وشعور بالانكفاء نحن أمام صعود روسي صيني ولسنا أمام انكفاء روسي صيني أمام مشروع روسي صيني لغزو العالم اقتصاديا ولسنا أمام حالة كفائية وقائية روسية صينية المهم أن نشير أن الغاز الروسي يصل إلى أوروبا بشكل مباشر إلى البيوت داخل أوروبا هذا يعني كلفة أقل من وصول الغاز القطري أو حتى في المستقبل الغاز الأمريكي الذي يعمل عليه ربما في 2018 بالانتقال إليك سيد صبحي غندور قد تكون هذه أسباب للمواجهة أو للعودة نعى بوتين أحادية القطب والوزير الاقتصادي الألماني يقول لا بديل منطقي عن الغاز الروسي لإمداد أوروبا بالطاقة فبالتالي تعود السياسة والتسوية؟ نعم لكن أيضا اسمحي لي أن تسأل أين اختلف معي الأستاذ ناصر في حديثه يعني هو يريد أن يوصف الأمر وكأنه امتداد روسي الصيني وأنا أتحدث كنت عن محاولات أمريكية والناتو لمحاصرة الصين وروسيا ولا أجد في الوصفين تناقض أجد أن هناك فعلا نمو روسي الصيني أشارت إليه وأشارت إلى ناتو لا أسمحي لي أن أهمية أن نتفق أن نتفق أن روسيا كان عندها كل أوكرانيا روسيا كان عندها كل سوريا الآن هناك قسم من أوكرانيا أصبح مع الناتو وهناك من يراهن على جعل قسم من سوريا مع الناتو فالحديث الآن عن أنه الآن هو تقهكر أمريكي مقابل هذا التقدم الروسي هذه مبالغة غير واقعية الواقع هو أن فعلا هناك محاولة أمريكية لمحاصرة روسيا والصين قبل أن يصل إلى مرحلة أن يكونوا في حالة القطب المنافس فعليا للولايات المتحدة الأمريكية هذا ما يحدث في عالم اليوم البعض يتصور الآن أن انتصار روسيا هو في الحفاظ على القرم يا أخي هذه كانت جزء من أوكرانيا التي كانت كلها مع روسيا البعض يتصور الآن أن معركة حمص هي أم المعارك والله لأنها استعادها الجيش السوري وهذا شيء مهم طبعا ولكن كانت كل سورية مع الجيش السوري وكان كل الجيش السوري ووضع سوريا مع روسيا فالموضوع نعم فيه هناك محاولة حصر أمريكي لروسيا والصين لأن هذا التراجع الذي نراه يحدث هو تراجع في المشروع الكل وليس هناك تقدم يحدث من قبل الناتوح هناك طبعا تقدم فيتنام الآن في حالة أزمة مع الصين وحتش على الحرب معها بدعم من مين فإذا كان هذا واقع الحل الذي نرى يحدث الآن في عالم اليوم يعني هناك إدراك صيني روسي مشترك الآن لما هو فعلا يخطط من محاولة لعزل ولحصار روسيا والصين أوكرانيا هي السبب الأساس الآن في استعجال الاتفاق الصيني الروسي لأن أوكرانيا بعده يقول الأستاذ ناصر أنه منها يمر كل الغاز إلى أوروبا فيعني ذلك في متغير هذا المتغير هو الأساس الآن هذا المتغير من سببه؟ سببه الناتو ودخوله على أوكرانيا التي كانت كلها مع روسيا أعرف إذا كانت قطع هذه النقطة الآن أقول لنا يعني عادي الآن على سؤالك إنعكاس كل ذلك على طبع على المنطقة أننا نشهد هذه الصراعات بين الدول الكبرى هو تاريخ المنطقة ككل في كل حقبة القرن العشرين وقبله حتى والتساط عاش ونحن الآن في الواحدة وعشرين أننا للأسف في حالة أحجار شطنينج يتصارعوا الكوى الكبرى على هذه المنطقة وعلى سرواتها وعلى غازية وعلى نفطها ونجد بعض منهم في هذه المنطقة يرضون بأن يكونوا حجار شطنينج بيد القوى الكبرى هذا واقع الحال الآن يعني كنت أتمنى فعلا أن يكون هناك على المستوى العربي ما هو موجود على المستوى حتى الصيني والروسي من استعداد لأن تكون هذه المنطقة بحالة الكتلة الواحدة التي تستطيع أن تتحكم بسرواتها وبغازها وبنفطها لتستطيع أن تتعامل مع العالم في شكله الجديد الآن إن كانت أوكرانيا هي قلب أوراسيا طرق المواصلات البرية والبحرية ماذا عن الملفات الأخرى والملف اللبناني في الملف الثاني في المسائية سنتابع في الاستراتيجيات وأيضا الإقليميات تبقى معنا سيد صبحي غندور وأيضا سيد ناصر قنديل منذ استقلال لبنان عام 43 وانتخاب رئيسه يتأثر بالانتخاب رئيس لبنان يتأثر بالعوامل الخارجية وبموازين القوى الإقليمية وهذه المرة يغادر ميشيل سليمان كرسية الرئاسة في القصر الجمهوري مشارعا الأبواب للشغور الرئاسي بعد فشل القوى السياسية في الاتفاق على انتخاب رئيس جديد هل رهنت القوى اللبنانية انتخاب الرئيس لتطورات الإقليمية وخصوصا في سوريا وهل ربطت الانتخاب بتفاهمات إقليمية ودولية تنتظر انتخاب الرئيس السوري الجديد خصوصا أن سوريا ومنذ سبعينيات القرن الماضي كانت لها اليد الطولة في اختيار الرئيس اللبناني لسيما بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر إلى أين يتجه لبنان في مؤسساته الدستورية وهل سيشمل الشغور مجلس النواب بعد أربعة أشهر وهل بات القرار بيد رئاسة الحكومة وحيدا مع زوجته يغادر ميشيل سليمان القصر الرئاسي تماما كما دخله قبل ست سنوات لا رئيس منتخبا يدخل القصر تماما كما لم يستقبله قبله رئيس قبل ست سنوات سليمان أنهى عهدا رئاسيا تميز بالتباعد والاختلاف مع أكثر من فريق سياسي لبناني خصوصا في النصف الثاني من ولايته هذا التباعد ترجم بمقاطعة بعض المرجعيات السياسية والكتل النيابية حفل الوداع فغاب رئيس البرلمان ورؤساء كتل وازنة الرئيس اللبناني المنتهية ولايته كرر في خطاب الوداع دعوته حزب الله ومن دون أن يسميه للانسحاب من سوريا كما أن وحدتنا الوطنية تحتل الأولوية وتفرض علينا عدم التدخل في شؤون الجوار مهما عز الجوار لبل توجب الانسحاب بلا تردد من كل ما من شأنه أن يفرق صفوفنا وأن تستعيد سوريا استقرارها ووحدتها وعزتها الدعوة المتجددة لحياد لبنان ظلت تراود سليمان حتى آخر دقيقة من ولايته السبيل الوحيد لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي من طريق تحييل لبنان عن سياسات المحاول والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية وخصوصا الأزمة السورية الرئيس الثاني عشر للبنان بعد الاستقلال ينهي عهده وسط انقسام حاد بين اللبنانيين على اختيار رئيسهم المقبل وتوقع استمرار الفراغ في الرئاسة الأولى لأشهر قد تطول بموجب الدستور اللبناني ستقول صلاحيات الرئاسة إلى الحكومة بعد الفشل في انتخاب رئيس جديد لكن لبنان عرف تجارب عديدة في الفراغ الرئاسي ولم ينجح اللبنانيون في انتخاب رئيسهم من دون مساعدة خارجية عباس الصباخ السلام عليكم أنهى الرئيس اللبناني ميشيل سليمان عهده من دون أن يسلم الخلف وهو أصلا لم يتسلم من السلف بعد فراغ الرئاسي استمر لأكثر من ستة أشهر وستقول صلاحيات الرئاسة إلى الحكومة بموجب الدستور فحكومة تمام سلام هي الأولى التي ستمارس صلاحيات الرئيس من دون أن ينازع أي فريق سياسي لبناني في شرعيتها أو مطاقيتها الفراغ الرئاسي عرفه لبنان أكثر من مرة خلال العقود السابقة وقبل انتخاب ميشيل سليمان بستة أشهر كان الرئيس السابق إيميل لحود ينهي ولايته من دون أن تتمكن الحكومة من ممارسة صلاحياته فحكومة فؤاد السنيورة لم تمارس عمليا صلاحيات الرئاسة بسبب فقدانه الثمانية من وزرائها أبرزهم وزراء أمل وحزب الله ووصفت بالحكومة البتراء لمخالفتها نصا دستوريا يقضي بتمثيل جميع الطوائف فيها تجربة أخرى خبرها لبنان في الفراغ الرئاسي عام 88 عندما سلم الرئيس أيميل لجميل صلاحياته لحكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش ميشيل عون إلا أن حكومة سليم الحص كانت لا تزال تمارس صلاحيتها وترفض الاعتراف بحكومة عون بعد استقالة الوزراء المسلمين منها أما السيناريو المرتقب في لبنان بعد الدخول في فترة الشغور الرئاسي فيكمن إما في نجاح البرلمان الذي أبقى جلساته مفتوحة في انتخاب رئيس جديد أو يستمر الوضع على ما هو عليه حتى انطاج تسوية داخلية وإقليمية السلام عليكم ومعنا من ترابل الشمال لبنان عضو المتب السياسي في تيار المستقبل المحامي محمد مراد أهلا بك سيد مراد غاب التوافق وأيضا فرغ كرسي الرئاسة في لبنان لديكم كقوى الرابع عشر من آذار محاولة تعتقدون لربما منها أنه في اليوم الأخير قد يحصل تحول على ماذا يقوم هذا الاعتقاد وماذا بعد ماذا في الغد لا شك أن هذا الاستحقاق الذي ذهب اليوم فخامة رئيس الجمهورية إلى منزله تاركا قصر الجمهوري فارغا وشاغرا لا شك أنها ليست المرة الأولى التي تحدث ولكن حقيقة الأمر أن هناك محاولات جدية حصلت من أجل أن لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم وأن تيار المستقبل وفريف 14 أذار منذ العشرة الأيام ما قبل اتهاء الولاية كان هناك أسرار واضح وبين للجميع على ضرورة إجراء هذا على إنجاز هذا الاستحقاق ونحن نعلم أيضا أن غفطة البطرق وأن فخامة الرئيس وأن كل القادة السياسيين في 14 أذار مصرون وواضحون بعملية الاختيار وبعملية الوصول إلى ندائج من شأنها أن تعزز هذا الموقع لأنه كما تعلمين أختي العزيزة أن موقع رئيس الجمهورية له خاصته وله ميزته في لبنان لما يمثل من فرادة على مستوى المحيط فضلا عن أنه أيضا بشكل أو بآخر يمثل طائفة كريمة في لبنان بالتالي أنه ولا إن كانت المادي 62 من الدستور اللبناني تعطي وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء ويجتمعا إلا أن ذلك لا يعني أن اللبنانيين يشعرون بأن هناك محاولة أو بأن هناك تهنيشا لهذا الموقع الموقع فارغ أو دخل تقريبا بالفراغ يعني المدة ربما الآن الحديثة يدور حولها مدة الفراغ الرئاسي بيد من تحديد هذه المدة الموضوع الإقليمي العامل الخارجي كلمة السر بيد من والله سيدتي إذا كنا نحن كلبنانيين أخلصنا إلى بلدنا وإلى وطننا وإلى لبنانيتنا أعتقد أنه لو قبلت إرادة 14 أدار من 8 أدار بهذا الاستحقاق لا أعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أحد أن يتدخل في شؤوننا من أجل إنجاز هذا الاستحقاق أما اليوم نحن أصبحنا حياة بالساعة الأخيرة إذا بدك من انتهاء الولايات الدستورية وبدأنا بمرحلة جديدة يتعين علينا أن نتعيض من تلك المرحلة التي مرت وأن نكون حرصاء على وطننا أن نقدم على المصلحة الوطنية في هذا المجال لأن الفراغ في هذه المرحلة بالذات وفي ظل الظروف التي يمر بها لبنان وظل الظروف التي يمر بها المنطقة لا يجوز على الأطلاق أن نكرر ما أساة حصلت في عمل أشكرت جزيل الشكر سيد محمد مراد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل كنت معنا عبر الهاتف من ترابل الشمال لبنان نعود لضيفي في واشنطن وأيضا هنا في الستيديو سيد ناصر قنديل إذا ما قلبنا في الأسباب وسألنا بين الداخل والخارج في أي مصلحة لفراغ كرسي الرئاسة في لبنان يعني إذا سألنا عن المصلحة أعتقد أن هناك وضوح بأن التهويل بالفراغ كان أحد الأدوات التي استخدمت للتمديد للرئيس سليمان وقبل أربعة أيام قال سمير جعجع المرشح الرئاسي لأربعة عشر أذار لأنا لا أعرف كيف الأستاذ محمد كان يقول أنه لو قبلت الثماني أذار ما طرحته أربعة عشر أذار البضاعة الوحيدة التي تعرضها أربعة عشر أذار هي سمير جعجع مرشحا للرئاسة فهل هذا هو البديل لمنع الفراغ كان التلويح بترشيح جعجع هو للقول إما الفراغ وإما التمديد طيب إذا قالت تماني أذار لا للتمديد أربعة عشر أذار جاهزة لتلقف الفراغ عبر هذا حلم تاريخي كان أن يتسلم رئيس الحكومة واجهة الدولة اللبنانية بدلا من رئيس الجمهورية هذا يريح السعودية هذا يريح العلاقة السعودية الفرنسية أي رئيس جمهورية توافقي في لبنان مهما كانت نسبة حصة الغرب والسعودية فيه لن يجرؤ على عدم مراعاة الشارع المسيحي الذي لن يتساهل مع جعل لبنان ورقة سعودية بالكامل رئيس حكومة في الكنف السعودي في هذه السنة الصعبة على مستوى معادلات المنطقة لو لم يكن له صلاحيات التوقيع فله صلاحيات التكلم والتمثيل وبالتالي أعتقد هناك القاء قبض على صفة لبنان السياسية والإعلامية من خلال إخلاء سدة الرئاسة من الماروني الذي يجب أن يشغلها لحساب السني الذي سيشغلها هذا بمصافة شديدة وربما نسأل عن أنه بيد مين مفاتيح قصر بعبدة يبدو أنه بات هناك الكثير من المفاتيح لهذا القصر كما يقول البعض في واشنطن سيد صبحي غندور كيف ينظر اليوم للفراغ في كرسي الرئاسة لبنان لطالما كان مؤشر أو مجس للوضع في المنطقة فراغ اليوم الكرسي على ماذا يدلل؟ يدلل على أن واشنطن لم تصل بعد إلى درجة الاتفاق على من سيكون الرئيس المقبل للبنان هذا واقع حال الرئاسة في لبنان وحتى تشكيل الحكومات في لبنان منذ عقود وليس فقط منذ سنوات هذا موضوع يخضع لقرارات وتأثيرات إقليمية ودولية كما حتى أشير في بداية هذه الفقرة بالتقرير عن دور مصر والولايات المتحدة في حقبة عبد الناصر اختيار الجنرال فؤاد الشهاب وأيضا في المراحل التي لحقت دور سوريا وهذا أمر في حد ذاته يعني يحدث في كل فترة لكن الآن أنا في رأيي نحن في أمام مفترق طرق يعني هناك علاقات أمريكية إيرانية قد تتحسن بعد شهر تموز يوليو القادم هذا التحسن قد ينتج عنها الاتفاق حول الملف النوي وما يتفرع عنه من قضايا أقليمية لها علاقة في العلاقات الأمريكية الإيرانية ومن ضمن ذلك طبعا الوضع في لبنان وفي سوريا وفي العراق أعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لتأجيل الآن الاستحقاق المتعلق في انتخاب رئيس الجديد إلى حين هذه المرحلة إلى حين الانتهاء يعني مراحل الاتفاق الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول مجموعة الخمسة زائد واحد هذا أيضا يرتبط من جهة أقرى بما يمكن أن يحدث أيضا من أن يحدث بعد التغييرات الأخيرة في المملكة العربية السعودية فأعتقد بانتظار هذه التغييرات والتأثيرات الإقليمية والدولية ربما الموقف الأمريكي الآن بانتظار يعني ما سينتج عن هذه التفاهمات وعن هذه الاتفاقيات ليتقرر هنا مصير الرئاسة في لبنان لكن هذا لا يعني أنا في رأيي أزمة كبرى في لبنان نعم هذه الحكومة في النتيجة جاءت حكومة توافقية بهذا المعنى وليست كالحالة التي سبقت وجود العماد ميشيل إسلامين في الحكم أيام فؤاد السانيورة فهناك إمكانية أن تسير الأمور بشكل عادي وطبيعي الآن والاستند الدستوري هو ما جاء في اتفاق الطائف مشكلة في تقديري في كلمة سريع أننا نبني على الغلط على الخطأ في كل هذه العقود الماضية هذا وضع نظام سياسي طائف يتم وصفه بالديمقراطية وهذا ظلم للديمقراطية الرئيس يجب أن ينتخب من الشعب أدنى دراجات الحديث الآن عن الديمقراطية أن يكون منتخبة من الشعب هذا أمر لا يحدث في لبنان الأمر الآخر وهو مهم جدا توقف عنده حينما تكون كتلة المستقبل ترشح سمير جعجع ليكون رئيسا للجمهورية أنا أعتقد هي بدرجة أولى مسؤولة عن هذا الفراغ الدستوري لأنه لو جرى ترشيح اسم آخر غير سمير جعجع ربما لحلة المشكلة ولجرى التوافق لكن الاتفاق مع سمير جعجع على ترشيحه من قبل قتلة المستقبل أنا في رأيي هذا كان بحد ذاته خسارة كبيرة لقاعدتها الشعبية في لبنان وأيضا لما تمثله وتعنيه في النتيجة يعني تيار المستقبل على مستوى المناطق اللبنانية يعني أين مصير منهم كانوا في مواقع مسؤولة كبيرة في هذا التيار وكانوا أيضا من ضحايا ما فعلته القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع في ظل الحرب اللبنانية تبقى معنا بالتأكيد سيد صبحي غندور إذا جرى الاتفاق على الخروج تبقى معنا سيد صبحي غندور وربما الاتفاق على استحقاق الرئاسة في سوريا وأيضا من نسبة العراق وفي تموز مصير الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب مرتبطة كلها بكرسية الرئاسة في لبنان تبقى معنا سيد صبحي غندور وأيضا سيد ناصر قنديل ننتقل إلى الملف الثالث في المسائية سريعا هلل الإعلام الإسرائيلي لفوز نيراندا مودي بانتخابات رئاسة الحكومة الهندية منذ العام 2001 يصفه مسلمون بالهند بأنه عدوا للمسلمين بعد أحداث نوذت بحياة المئات منهم في ولاية كان يترأس مجلسها الولايات المتحدة كانت أيضا قد حجبت عنه تأشيرة الدخول منذ العام 2005 لكن الإدارة الحالية برئاسة أوباما قررت التعاون معه الإسرائيليون وكما يقول إعلامهم يتوقعون شهر عسل سياسي وأمني وعسكري وتجاري مع مودي فهل ستغير الهند استراتيجياتها التي بناها حزب المؤتمر مع عائلة جاندي وكانت سياسة صديقة للعرب أمامنا أوقات جيدة لعلها باتت العبارة الأكثر تدولا في مكتب مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي بعيد انتخاب نارندرا مودي ابن الثلاثة والستين عاما رئيسا لوزراء الهند حالة ارتياح تبررها العلاقة الودية التي تربط الرجل بتال أبيب وعليها بدأت الحكومة الإسرائيلية ببناء تصوراتها الجديدة لمقبل العلاقات مع نيوديلهي اتفاقية تعاون أمني ضد الإرهاب العالمي إلى جانب تبادل تجاري يناهز الخمسة مليارات دولار أمريكي سنويا تمثل تجارة الأسلحة جلة ويدعمها تعاون في المجالين الزراعي والطبي هي عوامل يرقدة كيان الاحتلال أنها يمكن أن تشكل إلى جانب ميولي مودي عاملا قويا لإيجاد خارق تبحث عنه إسرائيل في الدعم الهندي للقضايا العربية المناهدة للاحتلال في الأمم المتحدة وخصوصا أن رئيس الوزراء المقبل يحمل في حقيبته مخاوف من خطر الجماعة الإسلامية المتطرفة الأمر الذي قد يزيد من حجم التعاون بين إسرائيل والهند في مجال مكافحة الإرهاب الدولي إذن هو ربما شهر عسل هندي إسرائيلي منتظر قد يعكر صفه عضوية الهند في مجموعة البيريكس ذات المواقف الأكثر اعتدالا تجاه القضايا العربية إضافة إلى حجم التبادل التجاري الذي يربط الهند بإيران والذي تجاوز 16 مليار دولار خلال العام الماضي ومن المقرر أن يرتفع لأكثر من 30 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة فالهند تعتبر ثاني أكبر مستورد للغازي والنفط الإيرانيين كما تربطها بطهران استثمارات في قطاعات الزراعة والطب والتكنولوجيا وهي عوامل يحتاج إيجاد خرق فيها إلى تغييرات كبيرة وأساسية في السياسة الهندية الخارجية وأب العودة لضيفينا وأعود إليك سيد ناصر قنديل هل تحمل هذه النتائج في الهند فوز حزب بهارتا جناتا حزب الشعب القومي الهندوسي في الهند نتائج يخسر فيها العرب وتفوز فيها إسرائيل؟ أولا أنا أعتقد لسنا أمام جديد إسرائيلي يحدث مع التحول الانتخابي الحالي بمعنى أن كما قال تقرير أن الهند صديق للعرب على مدى العهود التي أسسها غاندي هذا كان صحيحا إلى مقبل عقدين من الزمن خلال العقدين الفائتين حتى مع حزب المؤتمر كانت تتباهى إسرائيل بأن أعلى درجة مبيعات أسلحة لديها في العالم هي تلك التي تبيعها للهند وأن التنسيق الاستخباري للمخابرات الإسرائيلية يأتي بالدرجة الثانية بعد التعاون مع المخابرات الأمريكية مع المخابرات الهندية أن العقول الإلكترونية التي تدير الكثير من مراكز البحث العسكري الاستراتيجي داخل إسرائيل هي عقول هندية وبالتالي العلاقة الإسرائيلية الهندية لا أعتقد أنها بحجم قادر على تحديد بوصلة الدولة عظمى بحجم الهند هو واحدة من المرتبات التي يجب على العرب أن يحسبوا لها الحساب لكن في اللعبة الدولية الكبرى لا يتحدد موقع الهند تأسيسا على طبيعة العلاقة الهندية الإسرائيلية الهند في البريكس والهند بعلاقة متقدمة داخل البريكس رغم هذا التقدم المضطرد طوال العقدين الماضيين الخطير الآن الذي يجري حسب رأيي هو بأخذ الهند نحو الحرب الاهلية هذا هو الأخطر أننا وأنا أعتقد وأنا أميل إلى القول أن الهند تدخل بقدمين ثابتتين مع هذا الانتخاب نحو انقسام يسقط الفئة الوسيطة في المجتمع الهندي أي الطبق الوسطى الفئة العابرة للطوائف الفئة الليبرالية التي كانت تجسر الهوة بين المتطرفين الهندوس والمتطرفين المسلمين الآن يبدو أن الحريق سيشتعل في الهند وأن المتطرفين يمسكون القرار على الضفتين أن كشمير ستنفجر أن العلاقة الهندية الباكستانية أيضا ستنفجر وبالتالي أعتقد أن هذه المنطقة التي كانت تسمى بالقارة الهندية الممتدة من حدود أفغانستان إلى أطراف المحيط الهندي أن هذه المنطقة سوف تشهد بسبب الفقر وبسبب ضعف الإرادة السياسية والعجز عن قوى سياسية عابرة لمكوناتها الإثنية والعرقية حالة من التشضي والتفتت مترافقة مع جسم سياسي كبير يحكم الهند مصالحه محددة بثلاثة مكونات الأول لا غنى عن النفط الإيراني الثاني لا غنى عن المدى الحيوي للهند وهو الخليج عبر إيران هذا تاريخي منذ مئات سنوات إن لم يكن أكثر والثالث عن الجوار الصيني هذا قدر محتوم بالنسبة لأي صيغة حكم سياسية وتلاجم بين الهند وأيضا روسيا من منطلق أفغانستان تماما الامتداد الجغرافي اليوم التخيل بأن الهند ممكن أن تكون تاطيرتها إسرائيل في السياسة الدولية هو مبالغة في قراءة حجم العلاقة الهندية الإسرائيلية وأهميتها من زاوية نظر أمن قومي عربيها شأن خطير جدا من زاوية تقييم جيوسياسي لمستقبل الهند هي واحدة من العوامل ما بدي أقول هامشية ولكن العوامل المحدودة الأثر في رسم السياسة الكبرى لموقع الهند والسياسة التحديدا الهندية الشيء المجتمع عليه بين كل الأحزاب الهندية هو السياسة الخارجية الهندية لذلك أعود إليك سيد صبحي غندور عن منطقية هذا التحليل الإسرائيلي أو ربما أننا مسار ربما للهند ليس على الرؤية الاستراتيجية على الأرض إنما في المحافل الدولية الخروج بشكل كامل من هوية عدم الانحياز الهندية يعني أتفق مع الأستاذ ناصر على ما أشار إليه في موضوع خطر توصيف الآن السياسة الهندية بأنها ستمر من خلال فلتر أو قناة إسرائيلية هذا صحيح يعني هناك مصالح هندية كبرى أكبر بكثير من موضوع العلاقة مع إسرائيل لكن أنا أعتقد التحدي الأكبر الآن أمام الهند هو في جزئيتين يعني جزئية داخلية وجزئية الخارجية الداخلية هي فعلا العلاقة مع المسلمين في الهند هذا أمر في رأيي يعني ممكن أن ينعكس سلبا أو إيجابا الآن على الرئيس مودي في حكومته الجديدة هناك أكثر من ألفين ربما قتلوا في ولاياته في الفترة التي كان هو فيها في إحدى الولايات الهندية ولم يظهر أي حركة معارضة هو لذلك فهو موضع يعني شك في إمكانية أن يتصرف بمنطق هندي عام لكن هذا الأمر أنا في رأيي الآن كان هو في حالة المرشح للرئاسة الآن كونه هو في حالة رئاسة الوزراء ربما العكس يحدث العامل الثاني بنصف دقيقة سيد صبحي العامل الثاني هو مرتبط بباكستان وأعتقد هذا أيضا مؤشر خير أن يوم الاثنين سيزور رئيس الوزراء الباكستاني الهند ويشارك في احتفالات رئيس الوزراء الهندي هذا بحد ذاته مؤشر خير كما هي أيضا الجانب الاحتمال السلبي أن لا تصير الأمور جيدا بينهما والدولتان تملكان سلاح نوية وهنا المخاطر الأكبر للمنطقة كلها الآن أشكرك جزيلا شكرا سيد صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي الأمريكي كنت معنا مباشرة من واشنطن وأيضا نشكر السيد ناصر قندير رئيس شبكة توب نيوز الإعلامية ضيفنا هنا في الستوديو استقبال رسمي وسياسي وشعبي أردني للبابا فرانسيس الأول وتأهب على المستويات كافة وترحيب من الملك عبدالله الثاني والأمراء ورئيس الوزراء ورئيسي الأعيان والنواب وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي كبادرة لدعوته إلى التعايش بين الأديان السماوية الثلاثة في المنطقة استعان البابا خلال زيارته إلى الأردن بحاخام يهودي وشيخ دين مسلم لمرافقته في زيارته الأولى إلى الأردن وهما الحاخام أبراهام سكوركا ومدير محهد حوال الأديان بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس الشيخ عمر عبود في مستهل زيارته وجه البابا دعوة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في سوريا وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تحقيق السلام يتطلب على وجه السرعة أن يتم التوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا فضلا عن حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب علينا أن نساعد سوريا لاستعارة مستقبلها وإنهاء إراقة الدماء وإيجاد حل سياسي سلمي من جانبه أكد العاهل الأردني المالك عبدالله الثاني أن زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الحالية تعد خطوة مهمة على طريق ترسيق أواصل الإخاء والتسامع بين المسلمين والمسيحيين أتمنى أن نواصل العمل معا في الأيام المقبلة لمواجهة التحديات فعندكم من حب البشرية والحكمة ما يمكن أن يساهم بشكل خاص في تخفيف أزمة اللاجئين السوريين يجب أن نساعد سوريا على استعادة مستقبلها ووضع نهاية لإراقة الدماء وإيجاد حل سياسي سلمي هناك كما أن هناك حاجة أيضا لخطوات تتخذونها ولدعم تقدمونه لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على إيجاد حل لصراعهم الطويل بالإضافة إلى زيارة الأماكن المسيحية المقدسة في كل من الأردن وبيت الأحمة والقدس ينتظر أن يثير الباب خلال هذه الزيارة قضية تقض مضاجع سلطات الفاتيكان وهي تهجير مسيحيين من عدة مناطق في الشرق الأوسط بسبب ممارسات الاحتلال والحروب وعدم الاستقرار جنوب لبنان الذي شهد ألف حكاية وحكاية وهمست في أرجائه مناجات ودعوات لا تعد ولا تحصى رفض الظل ومسح عن ترابه الحزنة ومعاناة الاحتلال وحولها بالعمران إلى بداية جديدة وفصل جديد يروي قصص استعادة الأرض والوطن بيسان طرف أربعة عشر عاما مرت سنوات تقتصر حكاية شعب صمد عاند تحد وقاوم فقهر عدوا يقال إنه لا يقهر المعركة في الجنوب بعد التحذير لم تعد تقتصر على المعارك العسكرية بل اتخذت أشكالا أخرى وأهمها السياحة تأكيد من الجنوبيين على الرغبة في الصمود والبقاء في الأرض بعدما أراد الإسرائيلي تحويلها إلى أرض معدومة الحياة نحن نعتبر أنه في عنا إنجاز مهام تم التحرير لنحافظ على التحرير نحافظ على بلدنا نحميها وشان هكذا كان البنائها لعملنا حول تحوله لمتال صغير متال بقدم فرص عمل لبعض الناس وبشكل نوع من التحدي عم يجينا الناس من كل لبنان أسوارت العروس مشغولي بالتهب أسوارت العروس مشغولي بالتهب وإنت مشغول بقلوب يا طراب الجنوب رسائل الغياب مكتوب بالسهل هذه الأرض إنها وصابت فيها إن شاء الله أما هنا رسالة تحدي من نوع آخر في وجه التهديدات والتشويش الإسرائيلي اليومي شيد حصن الوزاني منتجا سياحيا عند آخر نقطة تفصل لبنان عن الأراضي الفلسطينية المحتلة أي على مرمى حجر من السياج الحدودي الذي يفصل بين بلدة الوزاني والغجار السورية حصن الوزاني صار قرية سياحية بامتياز تحول إلى رمز لإرادة النصر وبرهان على أن مقاومة العدو تكون بالإنماء والإعمار مثل ما تكون بالسلاح والاستشهاد هنا فوق أرض الجنوب اللبناني كانت البدايات الجديدة على أمل أن تكون النهايات في فلسطين بسام تراف من نهر الوزاني جنوب لبنان الميادين ولان الماضي الحاضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر